من أسباب تطور الدلالة لماذا تتطور الدلالة؟ ذكر ابن فارس أحد علماء اللغة شيئاً في ذلك يقول تتطور الدلالة بسبب الحاجة التي تدعو المجتمع اللغوي إلى التصرف في اللغة ونقل ألفاظها إلى معاني لم تكن معروفة مثل على ذلك يقول الفسق لا يعرفه العرب إلا في مظهره المادي وهو خروج الرطبة من قشرها الرطب عليه غشاء خفيف كذا إذا أخرجت الرطبة منه يقال فسق ولقد نقلت في الإسلام إلى معنى الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه وكذلك لفظ الزكاة والكثور والصعوم والصلاة ترى هذه ألفاظ لها دلالة قبل ولها دلالة جديدة تطورت بسبب احتياج المجتمع الدين تطورت ألفاظ من أسماء الشعائر الدينية مسميات الشعائر الدينية تطورت من مسميات سابقة لأشياء معينة ربما ليست حتى شعائر من أسباب تطور الدلالة كما ذكر ابن فارس انتقال المجتمع من حياة إلى حياة مثلا من البداوة إلى الحضارة من الحضارة إلى البداوة من دواعي تبدل معاني الفاضي والاستغناء عن بعضها التطور الاجتماعي والثقافي الذي يعد أحد أسباب تغير المعنى وهذا تعرض له العلماء العربية فذكروا أن هناك كلمات أحدثها الإسلام لم تكن معروفة مثل الجاهلية اسم استحدث للدلالة على الزمن الذي كان قبل البعثة سمي خلاص اصطلح على تسميته بجاهلي حتى أننا نتساءل ليش سمي جاهلي كانوا مثلا لأنهم لا يحزنون القراءة مثلا أم لأنه كان في عندهم طيش وثارات وكذا يعني الأرجح لأنه لأن الإسلام جاء للتنوير ولتغيير الأفهام يعني فهذه من الألفاظ التي جاءت أو جاء بها الإسلام استحدث للدلالة على الزمن الذي كان قبل البعثة المنافق يطلق على الذي يبطنه خلاف ما يظهر وفيما بعد يعني الإسلام جعله دلالة على الذي يبطن كفره ويظهر إسلامه وكثيرة هي الألفاظ التي تطورت بسبب الإسلام من أسباب تطور الدلالة التي ذكرها ابن فارس إساءة الفهم أي أن ينحرف فاستعمال اللفظ لغير ما كان له بسبب أنه لم يكن مفهوم لدى هذا الذي حرف المعنى فينتقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر ويشيع يشيع هذا المعنى الجديد الذي جاء بسبب سوء الفهم مثلاً يسمع شخص لفظاً فلا يفهمه بما أريد به يعني ربما لا تتضح لديه الفكرة فيستخدمه في معنى آخر ليس له علاقة بمعنى الصحيح أو معنى الأصلي وقد أبان ابن قتيبة في باب ما يضعه الناس في غير موضعه كيف أن الحشمة يضعها الناس موضع الاستحياء وهي تعني الغضب